بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصحفي التركي توران كاشلاكجي يقول أن فرنسا منزعجة من جولة أردوغان في إفريقيا وأن تركيا تقلب الطاولة على فرنسا في القارة السمراء أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أكد الكاتب التركي توران كاشلاكجي أن فرنسا تشعر بانزعاج كبير من علاقات تركيا المتنامية مع القارة الإفريقية خاصة بعد الجولة التي قام بها مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ثلاث دول في القارة الإفريقية كلام كاشلاكجي جاء في مقال نشراه الخميس في موقع القدس العربي تحت عنوان ما الذي يبحث عنه الرئيس أردوغان في إفريقيا وقال كاشلاكجي اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي جولة إفريقية استمرت أربعة أيام شملت أنجولا وتوجو ونيجيريا وكانت أولى ثمار زيارة أردوغان لأنجولا إطلاق الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى العاصمة لواندا اعتبارا من 27 أكتوبر 2021 وأضاف كما جرى توقيع اتفاقيات مهمة مع توجو ونيجيريا وبلغ عدد الدول الإفريقية التي زارها الرئيس أردوغان ثلاثين دولة وهذه المرة الرابعة عشرة التي يقصد فيها القارة السمراء منذ عام 2002 وأكد كاشلاكجي أن فرنسا هي من أكثر الدول انزعاجا من جولة الرئيس أردوغان لإفريقيا ووسائل إعلامها لا تكتفي بمتابعة الجولة عن كثب بل إنها تقدم أيضا تغطية واسعة في صحفها واستشهد بإحدى المقالات لصحيفة اللوموند الفرنسية التي علقت على جولة أردوغان في إفريقيا بالقول إن رحلات الرئيس الشرسة إلى القارة الإفريقية باتت تتضمن عنصرا أمنيا وأوضح أن فرنسا تشعر التي تعتبر أفريقيا حديقتها الخلفية بانزعاج كبير جدا من علاقات تركيا المتنامية مع إفريقيا وعلقت وسائل الإعلام الفرنسية على المنتجات التي تبيعها تركيا للبلدان الإفريقية قائلة إنها أرخص من المنتجات الأوروبية وجودتها أفضل من الصين ولفت كاشلاكجي إلى أن خطة عمل إفريقيا أصبحت أحد أهم بنود جدول أعمال السياسة الخارجية التركية في عام 1998 وبدأ التنفيذ الحقيقي لهذه السياسة في عام 2005 عندما أعلنت تركيا عام إفريقيا وتابع بعد تأسيس علاقات مهمة معها زاد حجم تجارة تركيا مع القارة خمسة أضعاف خلال عشرين عاما وبينما كان عدد السفارات التركية لدى إفريقيا 12 سفارة عام 2002 وصل اليوم إلى 43 سفارة وأكد الكاتب إلى أن مؤسسات تركية عديدة تنشط في القارة السمراء مثل تيكا وأفاد ومعهد يونس إمرة ووقف المعارف التركي ووكالة الأناضول والهلال الأحمر وهيئة الإغاثة الإنسانية ووقف الديانة التركي وبين أنه بين عامي 2009 و2019 قدمت تركيا 2.5 مليار دولار لمساعدة البلدان الأقل نماء في إفريقيا مشيرا إلى أن تركيا تتمتع في هذا الصدد بميزة أخرى وهي عدم وجود ماضي استعماري لها في القارة الإفريقية بل على العكس من ذلك لديها سمعة إيجابية بشكل عام وأرضف أن استراتيجية أنقرة الإفريقية تهدف إلى التحول للاعب سياسي واستخدامها قوتها النائمة ليس فقط في منطقتها الخاصة بل أيضا في المناطق النائية وبالنظر إلى موقع المجموعة الإفريقية في المحافل الدولية خاصة الأمم المتحدة يمكن فهم أهمية الدبلوماسية التركية في جعل نفوذها ملحوظا في تلك القارة بسهولة ولفت إلى أنه لا تزال إفريقيا منطقة منافسة شرسة للعديد من البلدان وتنشط الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية المستعمرة سابقا في هذه القارة منذ وقت طويل وفي الآونة الأخيرة بدأ ينشط فيها العديد من البلدان مثل الصين وإيران والهند والبرازيل وختم كاشلاكجي مقاله بالقول إن تركيا تمارس نشاطها في مثل هذا الوسط التنافسي الكبير لكن ما يميزه عن باقي البلدان هو ما صرح به رئيس توجو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس أردوغان حيث قال السيد الرئيس أنتم تدافعون دائما عن البلدان الإفريقية ولم نشاهد حتى اليوم أي زعيم غير إفريقي يزور القارة بهذا القدر وبدأ أردوغان الأحد الماضي جولة إفريقية استمرت لأربعة أيام استهلها بأنجولة وشملت زيارة رسمية إلى توجو ونيجيريا محطته الأخيرة ولقيت جولة أردوغان الإفريقية اهتماما واسعا في الصحافة الفرنسية إذ تعتبر فرنسا جزءا كبيرا من القارة منطقة نفوذ تاريخي لها إذن هذه المقالة المهمة والتي جاءت على لسان توران كاشلاكجي الصحفي التركي والتي يتحدث فيها عن منازعة تركيا للنفوذ الفرنسي في القارة السمراء هذا النفوذ الذي امتد إلى كل القارة تقريبا زار الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من ثلاثين دولة الرئيس أردوغان وثق علاقته مع الجزائر وكذلك مع المغرب وكذلك أيضا مع مالي وكذلك الوجود المميز في ليبيا والشاد كل هذه الأمور تفتح المجال واسعا أمام قوة تركيا صاعدة في المنطقة وتجعل من تركيا لا نقول لاعبا مهما في إفريقيا بل الأهم في ذلك أنها تزاحم وتدافع وتقلب الطاولة بالفعل على النفوذ الفرنسي هذا الاستعمار الشرس والذي أذاق الشعوب الإفريقية الويلات الجزائر وحدها دفعت 5.600.000 جزائر شهيدا في حرب الاستقلال لا شك أن الاستعمار الفرنسي والشرس دائما ضد الإسلام والمسلمين كما نشاهد الحملات المتتالية لمكرون والذي وصفه الرئيس أردوغان بأنه مختل عقلي وأنه ينبغي عليه أن يعرض على طبيب نفسي لا شك أن الصراع الكبير الذي تقوده تركيا بزعامة أردوغان في مواجهة الأطماع الفرنسية وفي مواجهة المتغطرس ماكرون يجعل من هذه الزيارة المهمة للرئيس أردوغان والتي زار فيها ثلاث دول إفريقية مهمة والتقى فيها بأكثر من ستة زعماء في هذه الزيارة والتي استغرقت أربعة أيام يجعلها تصب الزيت على النار ويجعل فرنسا الاستعمارية والتي تعاني من انتكاسات كبيرة اقتصادية وسياسية بعد الصفعة الأمريكية البريطانية الاسترالية بتوقيع الأوكوس وكذلك إنهاء صفقة الغواصات والتي كبدت الخزانة الفرنسية 91 مليار دولار لا شك أن هذه الصفعات والتي تلقتها كذلك في مالي نجد أن روسيا تزاحم هناك وتريد أن تدفع بالفاجنر بدلا من القوات الفرنسية ونجد أيضا الأزمة مع الجزائر بعدما التصريحات الجوفاء التي أدل بها مكرون ضد الجزائر وادعى أن الجزائر لم تكن أمة قبل أن يحتلها الاستعمار الفرنسي وأيضا أراد أن يقارن ما بين الاستعمار الفرنسي الدموي وما بين الوجود العثماني والذي جاء بموافقة الجزائريين لحماية الشعب الجزائري في مواجهة الإسبان في ذلك الوقت ولفرض قوة إسلامية في البحر الأبيض المتوسط متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر